اشتركوا في القناة نورياكي كانو وفريق عمله بتطوير هذه النظرية في عام 1984 والتي تعتبر من أهم خطوات تصميم المنتجات والخدمات قام كانو بتقسيم مواصفات وخصائص المنتجات أو الخدمات إلى ثلاثة أنواع أولها Basic Attributes سمات أساسية وهي التي تقع في أسفل الرسم البياني يقول كانو بأن وجود هذه المواصفات سيجعل العميل محايدا فلا هو بسعيد ولا هو بغضبا ولكن عدم توفر هذه الخصائص أو المواصفات سيؤدي لغضب واستياء العميل فإذا أخذنا التلفاز كمثال سنجد أن العميل سيغضب جدا حينما لا يتوفر جهاز Remote Control أو جهاز تحكم عن بعد مع التلفاز ولكنه سيكون محايدا إذا ما وجد ذلك ثانيا One Dimensional Attributes أو سمات أحادية الاتجاه ويطدق عليها البعض Performance Attributes وهي تلك التي يمثلها الخط المستقيم الممتد من الجهة السفلة في أيسر الرسم إلى الجهة العليا في أيمن الرسم هذه السمات التي سيكون العميل سعيد حينما يتم تطبيقها بفاعلية بينما سيكون غاضبا ومستاءا إذا اختفت أو كانت سيئة الأداء كمثال على ذلك نأخذ وزن الدراجة الهوائية فكلما قل وزن الدراجة زادت سعادة العميل وكلما زاد وزن الدراجة كان العميل مستاءا وغير سعيد ثالثا Attractive Attributes أو سمات الجذب وكذلك يطلق عليها Excitement Attributes أو سمات الإثارة والتي يمثلها المنحنى في أعلى الرسمة وهي بكل بساطة تمثل السمات التي إذا لم يوفرها المصنع للعميل لن تؤدي لاستيعي أو غضبي كون العميل لا يعلم بوجودها من الأساس على أرض الواقع ولكن حين يقوم مزود الخدمة بتقديمها فسيؤدي ذلك لإبهار العميل وإحساسه بأعلى درجات الرضا والسعادة تجاه المنتج والشركة فعلى سبيل المثال قامت شركة أبل بطرح هاتفها الجديد وإحدى خصائص الجميلة التي يحملها هذا الجهاز هي القدرة على الدفع في المحلات عبر جهاز الهاتف وبذلك لن يضطر العميل إلى حمل بطائق البنك في محفظته وفي مثال آخر نجد أن بعض شركات السيارات أصبحت تزود سياراتها بجهاز حساس يقوم بقياس المسافة بينك وبين السيارة التي أمامك وحين تقترب سيارتك بسرعة تجاه من أمامك تقوم السيارة أوتوماتيكيا بالتوقف حفاظا على سلامتك وهذه أحد أمثلة تقوم بقياس المسافة بجهاز الهاتف تقوم بسرعة تزوجها تقوم بسراث عليا وتزوجها تقوم بسرعة تزوجها تقوم بسرعة تزوجها تفروجها ولكن مادر الثماثلاء ما دخل في المحل Tyvun سبب سيارة لإمكان المسافة ولمين يقوم بسرعة تزوجها وفي tutaj يمكن أن يكون مددر إحدا ثم ينالي تحصيص العميل وقت أطبع ذلك المستخدمات تحت إستطلاق بإستطلاق المستخدمات وستعمل طريق لأخص المستخدمات كمسبة المستخدمات استمعت في احترام الاشتراكات الدرائية إذن فيما أن يحدث تمر في هذه المناسبة بإستثار المستخدمات على المثال، في الحهم يعمل على المشاركة، في هذا المضيح، يجب أن تتعلم عن السماء المشاركين في المشاركة المشاركية، ثم يفهم بحاجة المشاركة المشاركة، يمكن أن تتعلم المستقبل المشاركات المشاركة. مثل في في الجهزة في الكتاب المنزل الكتابات في المنزل الكتابات مثل لدينا مثال جديد من الأشخاص ايجابي بعد المنزل الكتابات ثم تنظر لجميع التجابات من الأحيان then from this kind of thing في المتحدة الإنقاء البالت تريد أن نشاهد الانتظير من المتحدة يمكننا الإنقاء الحرام ما هي المتحدة الفرائية من المتحدة الرجال من المتحدة الحرام فمثل ب Michaela إذا بأس المتحدة يمكننا إلينا المتحدة ومن ثم من يتم التعليمات الحرام في هذا الشيء ، هذا الشيء ليس جدًا بشكل جدًا في أي حالة الشيء ، يجب أن تفهم بشكل جدًا في هذا الموضوع ، لا يحتاج إلى الموضوع 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 كيف يسم قلتها الفيدي السبب هذا الدول كجيد بسبعة المال ل quotation 100 الهوعدات السفر بإذن كلهم مرر Novin في هذه المنطقة يجب أن تستطيع تحديد الموضوع في هذا الموضوع ، لا توجد شيئًا فقط المتبعات المتبعات لا أعرف أن أعرف كيف يمكن أن تحديد المتبعات المتبعات تريد أن تريد هذا المشكل مثل مفيد، ومتبع لحاجة تجربة ومتبع لبعض الأطفال من المشكلة. لأن هناك مفيد مفيد مفيدة لأني كذلك، لأني أفضل من المفيد، لأني فلاد مفيد من المفيد. في المتبع المفيد، المشاكل لأنيمج العمري أو المشاكل لأنيمج العملية وقت من أنيمج العمري لكن في حالي العمري في هذا الوحيد، ماذا يجعل لأنيمج العمري أكثر من هذا المشاكل لأنيمه بهذه الطريقة، إستطاع كانوا أن يبين لنا مختلف العلاقات بين أداء المنتج والخدمة وبين إسعاد العميل واستثارته فأصبح بمقدور الشركات فهم سيكولوجية العميل مما ساعد على تصميم منتجات تتناسب مع مختلف احتياجات العميل في شتى الشرائح السوقية بالإضافة لذلك أصبحت عملية ترتيب الأولويات أسهل من السابق فهذه النظرية تنصح الشركات بالقيام بالوفاء بالسمات الأساسية للمنتج والتي لا تهاون فيها وبعد ذلك نقوم بتطوير السمات أحادية الاتجاه وأخيرا نسعى جاهدا لإضافة سمى أو سمتين من التي تستثير سعادة العميل وتجعله منبهرا لما قدم إليه حرص الشركات على تقديم مواصفات جديدة لم يتخيل أو يتصور المستهلك وجودها هي من أقوى الوسائل لبناء علاقة متينة بين الشركة والعميل فهذا الأسلوب سيضمن ولاء العميل للمنتج والشركة فيتم إنشاء علاقة خاصة لا يمكن قطعها إلا بوقوع كارثة بالإضافة لذلك فإن هذه السمات الإبداعية الجديدة ستضمن أن يقوم العميل بإخبار أصدقائه ومعارفه عنها فتزداد الحصة السوقية لهذه الشركة ففي بحث منشور بمجلد هارفرد للأعمال هارفرد بيزنس ريفيو بعام 2010 وجد ماثيو ديكسون وزملائه أن 23% من العملاء الذين خاضوا تجربة إيجابية مع الشركة قاموا بإخبار عشرة أشخاص أو أكثر من ذويهم وأصحابهم عن هذا المنتج الإبداعي بينما وجدوا أن 48% ممن عاشوا تجربة سلبية وسيئة مع الشركة قاموا بإخبار عشرة أو أكثر من ذويهم ومعارفهم عن معاناتهم والسبب في ذلك هو أن تعقيد الحلول حتى لو كانت إبداعية وجديدة سيكون لها تأثير سلبي على العميل ولذلك تنصح العمليات الرشيقة بأن تقوم باستغلال السمات الجاذبة attractive attributes والتي تثير العميل بطريقة إبداعية وسهلة ومبسطة وبذلك نجعل حياة العميل أكثر راحة وأقل تعقيدا يجب التنويه أعزائي لنقطة مهمة وهي أن سمات المنتج التي تلفت انتباه العميل وتثيره اليوم سوف تصبح سمات عادية جدا غدا فعلى سبيل المثال كان دمج الكاميرا في الجوال من السمات الرائعة والإبداعية في الماضي واليوم أصبحت الكاميرا جزء لا يتجزأ من الجوال فتحولت لسمة أساسية سيغضب العميل لو لم تضمنها في منتجك ولذلك يجب على الشركات أن ترسم استراتيجيتها مراعية في ذلك عامل الزمن وذائقة العميل التي تتغير باستمرار وبسرعة مما جعل عامل التغيير والتأقلم السريع مع متغيرات السوق هو سر تنافسية ونجاح وبقاء الشركات وبذلك أحبابي نكون قد انتهينا من المحاضرة الخامسة والتي أتمنى أنها كانت خفيفة لطيفة ومحفزة في المحاضرة القادمة بحول الله سنحاول فهم التذبذب في مخرجات العمليات وأهمية التحليل الإحصائي بالإضافة لشرح أداة سيكس سيغما الشهيرة أترككم في الختام مع مقولة رجل الأعمال الأمريكي مايكل ليبوف إسعاد العميل هي أفضل استراتيجية أعمال على الإطلاق في أمان الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة